اشتركوا في القناة للنهاء مثير للجدل وسبق له خدمة الكرة المغربية وهم الكيني بيتر كاماكو حكما للساحة والتونسي هيثم قيراط كحكما للفار وتواجد الثناء معا في مباراة منتخم مصر والمغرب في نهاء بطولة إفريقيا تحت ثلاثين وعشرين سنة حيث طارد كاماكو لعب منتخم مصر بعد تدخل هيثم قيراط وسط اعتراضات الفراعينة وكان بيتر كاماكو قد أدار مواجهة أخرى للمغرب أمام مالي في نهاء أمم إفريقيا للمحليين عام 2021 والتي شهدت احتساب هدف مشكوك لمنتخب المغرب وطارد لعب مالي وكانت تونسي هيثم قيراط بطلا لبعض اللقطات المشبوهة ومنها في ذهاب نصف النهاء بين الوداد وساندونز حيث استدعى حكم الساحة الغاني دانيا لاريا لطارد لعبين من الفريق الجنوب إفريقي ثم في ذهاب نهاء دور أبطال إفريقيا 2023 بين الأهل والوداد المغربي حيث لم يتدخل لطرد الظاهر الأيصر للوداد بعد خطأ ضد بيرسي طاو وغيرها من المباريات المثيرة ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد